نتعرف كيف تنظر أوروبا للسياسة الخارجية للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ولكن مع دكتور حسني عبيدي في جنب يعني ما زالت سياسة الخارجية الأوروبية تترقب الملامح الأساسية لهذه السياسة التي ما زالت غامضة والعديد من الدوائر في أوروبا تقول بأن هذه السياسة تحتاج إلى وقت من أجل أن تكون أكثر وضوحا ولنعرف إذا كانت فعلا مستقلة عن السياسة السابقة أن هذه السياسة لا تحمل بصمات المرشد الأعلى وبأنها في النهاية هي ملحقة للسياسة العامة التي يضعها المرشد العام صحيح أن العديد من الأوروبيين قالوا بأنهم خسروا وزير الخارجية السابق الذي استطاعوا أن يبنوا معها علاقات جيدة علاقات صداقة رغم تحفظ العديد منها الدول الأوروبية ولذلك يمكنك تقول بأننا الآن فعلا ما زلنا في مرحلة انتقالية في أولا ترقب ملامح هذه السياسة والاجتماع المقبل سيكون اجتماع اختبار وفي نفس الوقت أعتقد أن هناك نقطة قوة بالنسبة لإتحاد الأوروبي أن هناك أول مرة هناك التقاء إن صح التعبير بين الدول القوية في الإتحاد الأوروبي مع الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر